السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحلة الثامنة الدرس الثامن الاحتمال المشروط الجزء الثاني أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو فهم الاحتمال المشروط وأيضاً إيجاد الاحتمال المشروط بالاتجاه المعاكس التمهيد تعلمنا في الدرس السابق أن الاحتمال المشروط هو احتمال وقوع حدث ما مشروطاً بوقوع حدثاً آخر يسبقه كما درسنا أيضاً مبدأ الضرب العام في الاحتمال بالنسبة لأي حدثين A وB حيث A نت إيكولز فاي فإن احتمال الحدث A تقاطع بي إيكولز احتمال A تايمز احتمال بي بشرط وقوع الحدث A وإذا قمت بقسمة الطرفين في هذا المبدأ على احتمال A فإنك ستجد أن احتمال بي بشرط وقوع الحدث A إيكولز P of A تقاطع بي over P of A وهذه الصيغة تسمى صيغة الاحتمال المشروط بالنسبة لأي حدثين A وB حيث A نت إيكولز فاي فإن احتمال بي بشرط وقوع الحدث A إيكولز P of A تقاطع بي over P of A والآن عزيز الطالب لنناقش المثال الثاني صفحة 221 من الكتاب المدرسي شكل طلاب إحدى المدارس لجنة لتمويل الأنشطة اللاصفية في المدرسة واختاروا أعضاء هذه اللجنة من الأندية الفاعلة في المدرسة وفق التوزيع المبين في الجدول أدناه أوجد احتمال أن يكون عضو اختير من نادي الفنون عشوائيا من الصف الحادي عشر الحل لاحظ عزيز الطالب أنه في الجدول هناك صفوف وهناك أعمدة فالصفوف تعبر عن الصف العاشر أولا ثم الصف الحادي عشر وأخيرا الصف الثاني عشر وأما الأعمدة فتمثل الأندية نادي المسرح والعلوم والفنون ولاحظ أن هناك في نادي المسرح طلابا من الصف العاشر ومن الصف الحادي عشر ومن الصف الثاني عشر وهكذا في كل نادي ولإيجاد احتمال أن يكون الأضو المختار من نادي الفنون هو من الصف الحادي عشر فإن هناك طريقتان للحل الطريقة الأولى وهي استعمال صيغة الاحتمال المشروط وما هو الحدث الأول هنا؟ نعم الحدث الأول هو الحدث A وهو يمثل أن الطالب من نادي الفنون أما الحدث B وهو الحدث الثاني فهو أن يكون الطالب من الصف الحادي عشر لاحظ عزيز الطالب أن عدد عناصر فضاء العينة وهو الذي يمثل مجموع الطلاب في كل المدرسة هو 115 طالبا والآن كيف سنستخدم الاحتمال المشروط هنا؟ لاحظ أن الطالب الذي تم اختياره هو من نادي الفنون فما احتمال أن يكون من الصف الحادي عشر أي أننا سوف نجد احتمال أن يكون من الصف الحادي عشر بشرط أنه من نادي الفنون وهذا يساوي وفق صيغة الاحتمال المشروط احتمال أن يكون من نادي الفنون تقاطع الصف الحادي عشر على احتمال أن يكون من نادي الفنون وبالرموز احتمال الحدث B بشرط وقوع الحدث A وهذا يساوي احتمال A تقاطع B over احتمال A وكيف الآن تستطيع ايجاد احتمال البسط هنا؟ لاحظ عزيز الطالب أن الحدث B يمثل طلاب الصف الحادي عشر وهو بالجدول الصف الثاني أما الحدث A فهو يمثل الطلاب في نادي الفنون وهو العمود الثالث كما ترى إذن الطلاب من الصف الحادي عشر ومن نادي الفنون هم عبارة عن سكستين طالباً وهذا العدد يمثل A تقاطع B ولإيجاد احتمال الآن A تقاطع B اقسم سكستين over one hundred fifteen العدد الكلي وكيف تستطيع الآن إيجاد احتمال أن يكون الطالب من نادي الفنون؟ أحسنت بالرجوع إلى الجدول فإن الطلاب الذين ينتمون إلى نادي الفنون هم عبارة عن 50A الطالباً بإمكانك أن تجد احتمال A بقسمة 58 على العدد الكلي one hundred fifteen والآن بسط لتجد أن ذلك equals 16 over 58 وبأبسط صورة 8 over 29 أي أن احتمال أن يكون الطالب من الصف الحادي عشر علماً أنه من نادي الفنون هو 8 over 29 وهناك عزيز الطالب طريقة أخرى لاحظ عزيز الطالب أن الشرط أن يكون العضو المختار في نادي الفنون قد اختزل الفضاء العيني للتجربة كما هو موضح في الجدول التالي إذ أصبح عدد عناصر الفضاء العيني 58 أنصراً ولإيجاد احتمال B بشرط وقوع الحدث A فذلك سيكون بقسمة عدد طلاب الصف الحادي عشر في نادي الفنون على عدد الأعضاء في نادي الفنون ولإيجاد هذا الاحتمال ارجع إلى الجدول لتجد أن عدد طلاب الصف الحادي عشر في نادي الفنون equals 16 وأن عدد الأعضاء في نادي الفنون equals 58 وبقسمة 16 over 58 ستجد أن ذلك بأبسط صورة equals 8 over 29 وهذه هي نفس النتيجة التي حصلت عليها في الطريقة الأولى والآن عزيز الطالب حاول أن تحل تمرين 5 صفحة 226 من الكتاب المدرسي استعمل البيانات الواردة في الجدول الأدناه لإيجاد احتمال كل حدث J بشرط وقوع الحدث R R بشرط وقوع الحدث J D بشرط وقوع الحدث S وأخيراً S بشرط وقوع الحدث D الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك بالعودة إلى المسألة في الدرس السابق لدى صالح علبة تحتوي على 12 قطعة من الشوكولاتة بنكهات مختلفة أربع منها بنكهة الفانيليا وكانت القطعة كلها متشابهة في الشكل الخارجي أعطى صديقه جاسم قطعتين منها إذا كانت القطعة الثانية التي أعطاها صالح لصديقه جاسم بنكهة الفانيليا ما احتمال أن تكون القطعة الأولى بنكهة الفانيليا لاحظ عزيز الطالب أنه فيما سبق أوجدنا احتمال أن تكون القطعة الثانية فانيليا بشرط أن تكون القطعة الأولى فانيليا وهذا ما وفرته لنا الشجرة الاحتمالية والآن سنجد الاحتمال المشروط ولكن باتجاه معاكس لاحظ أننا سنجد احتمال أن تكون القطع الأولى فانيليا علماً أن القطع الثانية فانيليا لا يكون الاحتمال للإبتجاه المعاكس ظاهراً في شجرة الاحتمال ولكن لدينا كل المعطيات الكافية لإيجاد قيمته لاحظ عزيزي أن الاحتمال المطلوب هو أن تكون القطع الأولى فانيليا بشرط أن القطع الثانية فانيليا وهذا يساوي باستخدام صيغة الاحتمال المشروط احتمال الأولى فانيليا والثانية أيضا فانيليا over احتمال أن تكون القطعة الثانية فانيليا وبالرموز فإن الاحتمال المطلوب الأولى فانيليا بشرط الثانية فانيليا وبكتابة البسط مرة أخرى لاحظ الآن المقام كيف تستطيع الآن التعبير عن احتمال أن القطعة الثانية فانيليا لاحظ عزيز الطالب وبالرجوع إلى الشجرة الاحتمالية فإن احتمال أن تكون القطعة فانيليا يعتمد على الأولى فمن الممكن أن تكون الأولى بنكهة الفانيليا وأيضا الثانية فانيليا أو الأولى بنكهة غير الفانيليا والثانية بنكهة الفانيليا والآن استخدم مبدأ الضرب في الاحتمال وبالرجوع إلى الشجرة الاحتمالية فإن احتمال أن تكون الأولى فانيليا والثانية فانيليا هو كما تلاحظ 4 over 12 times 3 over 11 ولاحظ أن هذا الاحتمال مكرر مرة أخرى في المقام 4 over 12 times 3 over 11 والآن استعمل مبدأ الجمع في الاحتمال وبالرجوع إلى الشجرة الاحتمالية ما هو احتمال أن تكون الأولى منكها غير الفانيليا والثانية بنكهة الفانيليا؟ أحسن هو عبارة عن 8 over 12 times 4 over 11 وبحساب هذا المقدار سنجد أن ذلك يساوي 3 over 11 وهل هذا الاحتمال هو نفسه الذي حصلنا عليه؟ عندما حسبنا احتمال أن تكون القطعة الثانية بنكهة الفانيليا علبا أن الأولى بنكهة الفانيليا؟ لا لقد حصلنا على 1 over 11 وهو مختلف عما حصلنا عليه الآن عند حساب الاحتمال المشروط بالاتجاه المعاكس والآن عزيز الطالب لنناقش المثال الثالث صفحة 223 من الكتاب المدرسي لدينا علبتان من البسكويت A وB تحتوي العلبة A على قطعتين من البسكويت بالشوكولاتة وقطعتين من البسكويت بالفستق تحتوي العلبة B على قطعة واحدة من البسكويت بالشوكولاتة إذا سحبنا قطعة بسكويت عشوائيا من إحدى العلبتين أوجد احتمال أن تكون هذه القطعة من العلبة A علما أنها بالشوكولاتة C الحل لاحظ عزيز الطالب أن لدينا الآن علبتان العلبة A والعلبة B كون الآن شجرة احتمالية لحل هذه المسألة الحدث الأول هنا يمثل العلبة فمن الممكن أن تكون القطعة المسهوبة من العلبة A أو من العلبة B أما الحدث الثاني فهو يمثل النكهة فمن الممكن أنه إذا سحبنا قطعة البسكويت من العلبة A أن تكون بنكهة الشوكولاتة أو بنكهة غير الشوكولاتة ومن الممكن أننا إذا سحبنا قطعة البسكويت من العلبة B فمن الممكن أن تكون بنكهة الشوكولاتة أو بنكهة غير الشوكولاتة والآن لنحسب الإحتمالات على الشجرة الإحتمالية وبما أنه لدينا علبتان فإن احتمال أن تسحب قطعة الشوكولاتة من العلبة A هو 1 over 2 وكذلك الأمر فإن احتمال أن تسحب من العلبة B أيضا 1 over 2 والآن بالعودة إلى المسألة لاحظ أن العلبة A تحتوي على قطعتين من البسكويت بنكة الشوكولاتة وقطعتين من البسكويت بنكة الفستق أي أن العلبة A تحتوي على أربعة قطعة احتمال أن تكون القطعة المسحوبة بالشوكولاتة كما تلاحظ هو 2 over 4 وبالتبسيط 1 over 2 ولاحظ بما أنه لدينا قطعتين من البسكويت بالفستق في هذه العلبة فإن احتمال أن تكون القطعة المسحوبة بنكة الفستق أيضا 2 over 4 وبالتبسيط 1 over 2 ماذا الآن عن العلبة B؟ لاحظ أن العلبة B تحتوي فقط على قطعة واحدة وهي بنكة الشوكولاتة وبالتالي فإن احتمال أن تكون القطعة المسحوبة بنكة الشوكولاتة من العلبة B هو 1 كما تلاحظ وهل هناك قطع بنكة غير الشوكولاتة؟ أحسن إذن احتمال أن تكون بنكة غير الشوكولاتة علما أنها من العلبة B equal 0 والآن لاحظ عزيز الطالب أن المطلوب إيجاد احتمال أن تكون هذه القطعة مسحوبة من العلبة A علما أنها بالشوكولاتة إذن سنجد الاحتمال المشروط ولكن باتجاه معاكس حيث أننا سنجد احتمال A بشرط وقوع C وهذا يساوي احتمال A تقاطع C over احتمال C وما هو الآن احتمال A تقاطع C أحسن A تقاطع C يعني احتمال A وC وما هو الآن احتمال C أحسن ذلك يساوي احتمال C وA أو احتمال C وB بإمكانك استعمال الآن مبدأ الجمع في الاحتمال وبالرجوع إلى الشجرة الاحتمالية لاحظ أن احتمال A وC هو عبارة عن 1 over 2 times 1 over 2 ولاحظ أن هذا الاحتمال مكرر مرة أخرى في الجزء الأول من المقام فاحتمال A تقاطع C هو 1 over 2 times 1 over 2 وماذا الآن عن احتمال B تقاطع C أحسنت بالرجوع إلى الشجرة الاحتمالية فإن ذلك يساوي 1 over 2 times 1 وبحساب هذا المقدار فإن هذا يساوي 1 over 3 إذن احتمال أن تكون القطعة المسعوبة من العلبة A علما أنها بالشوكولاتة 1 over 3 والآن عزيز الطالب حاول أن تحل تمرين 6 صفحة 226 من الكتاب المدرسي الإحتمال المشروب هناك شعبتان لصف الأول أساسي في مدرسة ابتدائية شعبة المعلمة صفاء فيها 12 طالبا يضعون نظارات وثمانية لا يضعون نظارات بينما شعبة المعلمة جنى فيها 10 طلاب يضعون نظارات و15 طالبا لا يضعون نظارات إذا تم اختيار طالب عشوائيا من إحدى الشعبتين وكان هذا الطالب يضع نظارات أوجد احتمال أن يكون من شعبة المعلمة صفاء الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة